نروح بقى لمنتخبنا الوطني وفيتوريا اللي اعلم بالفعل عن قائمة المعسكر الثاني طبعا المقرر اقامته في الفترة من 13 الى 18 من نوبمبر الجاري استعدادا لوديت بلجيكا المقرر ان شاء الله لها يوم 18 من شهر الجاري ضمت القائمة المجموعة من المحترفين طارق حامد النني حجازي محمد صلاح تريزي جي مصطفى محمد عمر مرموش احمد حسن كوكا وحجازي ونرجع ونقول بإذن الله تكون مباراة قوية مباراة بلجيكا وان شاء الله كمان تكون مؤشر جيد ده اللي كلنا من اتمنى نهاية تكون مؤشر جيد منتخبنا خصوصا وان بلجيكا بالمناسبة اختارت ان هي تلعب مع مصر او تواجه مصر قبل مشاركتها في المونديال لان مجموعة بلجيكا بتضم منتخب عربي وهو المغرب فطبعا المواجهة مهمة جدا على الآل بالنسبة لهم يعني لان هم عايزين برضو يلعبوا مع او يواجهوا منتخب عربي قريب من نفس مستوى المغرب كرة برضو شمال افريقيا وكرة الافريقية بشكل عام وطبعا ده كان من الزكاء والحكمة ان المنتخب البلجيكي اختار انه يلاعب منتخب مصر